الحكاية التانية دي فيها خلاف واضح ما بين الأستاذ جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم والكابتن علاء نبيل المدير الفني للاتحاد والأستاذ جمال علام جمد راتب الشهري بتاع الكابتن علاء نبيل ورفض تسليم قرار تعيينه للإدارة المالية رغم اعتماد الراتب في الاجتماع الأخير الراتب اللي هو قيمته كان 120 ألف جنيه طيب ليه عمل كده الأستاذ جمال علام الأستاذ جمال علام عمل كده عشان فيه خلاف قائم ما بين رئيس الاتحاد والكابتن علاء نبيل بشأن الاشراف على المنتخب الأول أستاذ جمال علام عايز يشرف على المنتخب الأول كابتن علاء نبيل شايف أستاذ جمال علام مش المفروض هو اللي يشرف على المنتخب الأول كابتر عالق نبيل كمان عايز يعمل تغيير في الجهاز الفني لمنتخم مصر 2009 بقيادة كابتر حسين عبداللطيف اللي كان معينهم او كان معينه ومعين جهازه المعاون الاستاذ جمال علام استاذ جمال علام طبعا رافض انه يحصل اي تغيير في هذا الجهاز الفني بدري بدري الخلافات دي وسبحان الله عادة مرة تقتعش طول الوقت الحتة بتاعتها الكرة دي فيها خلافات للأسف يا احنا عامينه اللي عايزين نطور بس خلينا نخلص الاول الخلافات دي واكرا نبقى نطور وربنا يديني ويدي لحضرتك طلط العمر